اهلا بحضراتكم من جديد على الاتحدي السكنداري 2-0 مباراة كانت مهمة جدا بهذا الفوز يبتعد النادي الاهلي بالصدارة برصيد يعني 14 نقطة بيفتعد بفارق 14 نقطة عن الاتحدي السكنداري صاحب المركز الثاني زي ما احنا شايفين وده محضراتكم دي اهداف المباراة احرز للنادي الاهلي محمد رأفة الهدف الاول ومحمد زعلوك الهدف الثاني ده ما احنا شايفين ده الهدف اللي احرزه محمد رأفة واحد برضو من اللاعبين الصاعدين الواعدين في فريق 2005 ومشاء الله فريق 2005 ده بيضم مواهب كبيرة جدا لنا محمد رأفة عندنا زعلوك ده اللي بيحرز الهدف الثاني عندنا سيف ايمن عندنا يوسف سيد عبدالحفيظ عندنا يوسف عفيفي عندنا يعني لعبة كتير مش عايز انسى حد عبدالله بستانجي ده الهدف الثاني لمحمد زعلوك واحد برضو من الوافدين الجدد اللي اشتراهم من نادي الاهلي من وادي دجلة بيحرز الهدف الثاني كانت مباراة النهاردة زي نقول لحضراتكم بين الاهلي المتصدر وبين الاتحاد السكنداري صاحب المركز الثاني وبهذا الفوز يبتعد النادي الاهلي بالصدارة بفرق 14 نقطة وان شاء الله ندلأ لقريب من التتويق في هذه البطولة